محمود الشريف طلق مكلسوم طبعا يعني رجل حبها وعاش معها أربع تيام زوج وكانت قصة من القصص الغريبة لكن أنا وهو بيحكي هو كم بيبكي لما بيلحن القصيدة وهبقى أقول لكم على المقطع اللي هو كان بيبكي فيه وهبقى يلحن أشهد اللي كان بيكلم عن مصر ولما جيب سيرة أم كلسوم فأقولت لي يا محمود طيب يعني أنت يعني وفيت على الطلاق على طول كده هاللي بقى أقول لك جات شرطة وجوم ناس مواله دا الملك اللي طلع المرسوم عشان خاله لكن بقيت أم كلسوم أكبر قصة في حياة محمود الشريف لحن بعدها ما لحلاش خالص لكن يعني كان دايما بتطرح سؤال أمامه هل كان فيه مرسوم ملكي والذي كان لعبت عملت عليه وادحك عن الراجل في شهر العسل وخد المقلب وطلع أم كلسوم أنا اعتقادي أن هي كانت خصة لا كان فيها الملك ولا كان فيها شريف صبري لأن ما كانش منطقي أن شريف صبري جوز أم كلسوم إذا كان الأسرة الملكة زعلت لما دا أم كلسوم وسام الكمال لما كانت بتغني في النادي الأهلي لأن الوسام دا مخصص لسيدات وفتاة الأسرة الملكة فدالها وسام الكمال دا الملك فاروق لكن محمود الشريف كان من مشواره في الحياة كان بيته فقير وكالظروفه المالية صعبة وكان مريض أما بعد ما عملنا الحفلة وحضرنا المناسبة الكبيرة دي نصر أكتوبر وحضر الرئيس السادات وغنت ياسمين الخيام وانطلقت بالأغنية كنت دايما أزور محمود الشريف وأسمى حكاياته وأشهد أنني أحببت طيبة الرجل وذكرياته التي لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر